الى اين سيتجه صراع النفط والغاز في البحر المتوسط وهل الخيار العسكري مطروح في ظل تعقيد المشهد بين الدول المتصارعة واين اسرائيل من هذا الصراع كيف اججه التدخل التركي في هذا الصراع الازمة وعمقها وما صحة الادعاء التركية وردود اليونان عليها للحديث اكثر عن الموضوع يسعدني انا راحب بضيوفي من الخبر الخبير النفطي عبدالعزيز المقبل ومن اثنى الخبير في الاقتصاد وادارة الازمات عبداللطيف درويش ابدأ معك استاذ عبداللطيف درويش في اثنى الى اين سيتجه هذا الصراع الذي نراه الان والتحركات العسكرية وايضا التحركات السفن الحفر في منطقة التي تطالب بها اليونان او تعتقد اليونان انها ملكها وضمن محيطها البحري هل هناك خيارات امام اليونان وهي الاستدام او ان هناك سيناريوهات قريبة بان يكون هناك تغيير في المشهد نحن هنا نتحدث عن 122 تريليون قدم مكعب او متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا عدى ما يمكن ان يعتبر تجاري او غير تجاري من كمية النفط فالمستقبل ما بعد النفط كما جاء النفط بعد الفحم الحجري للغاز والطاقة النظيفة ومصادر طاقة اخرى التنافس بين الدول نتيجة عدم الامبراطورية العثمانية تركت العديد من الحدود والاقليات في اخر الدول وحتى اتفاقية لوزان لم تترك يعني لم تحل كل الامور وانما تركت العديد كما الاتفاقية البريطانية بشكل عام الامور لنقاط خلاف لكن نحن نتحدث عن الخيار العسكري الخيار العسكري تم استعماله في ليبيا يعني اللعبة الليبية في كثير من فصول هي فصول على صراع على النفط وصراع على الغاز في البحر المتوسط وما الاتفاق الليبي التركي الا جزء من عملية استحواذ او سعي تركيا لحصول على ورقة ضغط يمكن ضغط من خلالها الضغط على الدول التي وقعت او التقت في مصر وهي الدول الستة المعنية او الاطراف الستة المعنية في موضوع غاز البحر المتوسط فالخيار العسكري نعم تم استعماله نحن كنا على حفرة من النار في موضوع لكن الخيار العسكري اقصد في الصراع بين اليونان وتركيا وليس الخيار العسكري في منطقة اخرى هي ليبيا نحن نتحدث عن هذه وجزء من عملية الصراع ولكن ايضا يعني كنا عند تحشد اليونان اكثر من ثمانية عشر قطعة بحرية مقابل جزيرة في من جزرها وايضا الفرقاطات التي او الحفارات الدول متعددة حتى الحفارات الفرنسية والحفارات التركية حين ترافق بفرقاطات عسكرية هذا يعني اننا على شفى حفرة من النار وانه يمكن حتى لخطأ غير مدروس يمكن ان يؤدي الى صدام عسكري دعني اذهب للخبير النفطي عبدالعزيز المقبل في الخبر في السعودية ووجه له هذا السؤال اليوم او قبل قليل كان هناك خبر عن سحب تركيا لبعض قطعها العسكرية من المنطقة التي عليها الخلاف مع اليونان طبعا هذا لوجود حاملة الطائرات زناور الامريكية وايضا تدخل الحاملة الطائرات الفرنسية في المنطقة بين ليبيا وبين اليونان اضافة الى ذلك الحديث عن الاتفاق او قرب توقيع الرسمي للاتفاق بين اسرائيل وقبرص واليونان على خط الانابيب الذي سينقل الغاز الاسرائيلي واحتمال ان يكون هناك الغاز المصري وايضا الغاز والنفط القبرصي فالمشهد يبدو ان هناك تراجع تركيا وايضا انه يمكن لتركيا القبول ببعض من الكاكا التي يعني يتوقع ان يحصل عليها جميع الاطراف بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيب لك استاذ ابن العزيز وضيفك الكريم وسيدات وستاذ مشاهدين سكاي نيوز سأتحدث هنا من الناحية الاقتصادية هذه وحدة من اكثر البقع الساخنة في مجال النفط والغاز وتحديدا في مجال الغاز ما رأينا خلال تقريبا 36 شهر الماضية اوضح لنا ان هناك خلاف على الحدود ولكن وتعقيبا على الدكتور درويش فيما يخص اتفاقية لوزان خلال التسعين سنة التي تلت اتفاقية لوزان كان هناك الكثير من الاعراف الدولية التي نشأت ما بين الدول المطلة على الابيض المتوسط شرق الابيض المتوسط لا يعترف احد بالحدود التي تمارس فيها تركيا اليوم نشاطاتها الاستكشافية سوى تركيا نفسها ولذلك عند طرح هذه المناقصات والامتيازات النفطية سواء من قبرص اليونان او الدول الاخرى المطلة الكيان او مصر هناك حدود اقليمية وحدود للمياه الاقليمية يتم بناء عليها اعطاء هذه الامتيازات وعادة ما تكون في الحدود المتعارف عليها دوليا يعني استاذ عبدالعزيز كبرى الشركات الدولية استاذ عبدالعزيز هل هذه الاتفاقيات ما بين الشركات وما بين هذه الدول تنسف الادعاءة التركية وايضا تحرجها امام القانون الدولي بكل تأكيد نعم بكل تأكيد لذلك لا نرى لا قدرة تركيا بطرح هذه الامتيازات لانها لا تملك الحدود والنقطة الاخرى ان الشركات الدولية والعالمية العاملة في مجال النفط والغاز تدرك اين وصلت هذه الحدود الاقليمية قبل الدخول في مخاطرة انفاق الملايين من الدولارات للحفر رأينا نشاطات مكثفة للشركات العالمية في قبرص والبيهة الاقليمية في قبرص تحديدا نتحدث عن الامتياز رقم 11 ذهبت تركيا لان تسمي امتياز رقم 26 الخاضع لتركيا لكن ذلك لا يعطيها الشرعية الدولية لان تستطيع الشركات الدولية ان تنفق فيها هذه الشرعية الدولية استاذ عبد العزيز المقبل تجعلني اتجه بالسؤال الى الاستاذ عبداللطيف درويش من اليونان في أثناء استاذ عبداللطيف هذه الشرعية الدولية والقانون الدولي واليونان لديها الحقوق واضحة لكن البعض يتساءل لماذا لم تتجه اليونان إلى القانون الدولي لماذا لم يكن هناك قضايا مرفوعة من اليونان ضد تركيا بسبب تجرؤها على حدودها ومحاولتها استثمار مياهها الإقليمية لكن هناك في الجانب الآخر تساؤل آخر هل يحق لدولة أن يكون لديها جزيرة صخرية صغيرة جدا أن يعني بالقرب من شاطع كبير لدولة كبيرة مثل تركيا أن تحصل على هذه الحقوق وأن تعتبر هذه الجزيرة ضمن مجالها وهناك عديد من الأسئلة أرجو أن نسمع الرأي القانون الدولي في هذا الموضوع بالنسبة موضوع حتى نكون مجردين ونحن محللين سياسيون أو اقتصاديون هناك في موضوع اتفاقية لوزان يعود سيقوم القائمين على توقيع الاتفاقية بعادة نقاش على سبيل المثال مضيق الدردانيل وعلاقته في تركيا بعض الحيثيات في الاتفاقية حسب اتفاقية في 2023 سيجب أن يعاد الاتفاق عليها وهذا ما ترفضه اليونان بالنسبة لشائكة تطبيق القانوني الدولي في موضوع بعض الجزر اليونانية كما تفضلتم تطبيق 12 ميل يعني وصول إلى أنقرة يعني بعض مثلا ساموثراكس أو بعض الجزر اليونانية نتوءات سخرية في البحر أو نتوءات حتى بعضها يجد مثلا وهذا ما يثير غضب الأتراك وهذا ما يثير غضب الأتراك قانون الدولي ينظر إلى هذه عدم شرعية التطبيق على سبيل المثال وأنا موجود باليونان وأنا مواطن يوناني حتى في هذه القضية تطبيق مسألة الـ 12 ميل مسألة صعبة في هذه الأمور أيضا قد يكون لتركيا بعض الحقوق في كاستوليوريزو مثلا على سبيل المثال ولكن ليست الحقوق التي تطالب فيها تركيا الإشكالية أن هنا اليونان لديها الجزر ولديها المياه ولديها الأجواء اليونان ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات الإجبار لأجل إجبار اليونان الجلوس إلى طاولة المفاوضات يجب إحداث نوع من الإرباك أو التهديد يعني لا يمكن إجبار الدولة على أن تجلس على طاولة المباحثات لتتفاوض على التخلي عن بعض أرضية الحرب دائما ليست لإبادة الطرف الآخر إنما الحرب دائما لتحسين شروط التفاوض للمنتصر أو الذي يخلق دوفاكت واقع على مثلا احتلال جزيرة أو احتلال صخرة وما يجبر الشخص الثاني على التفاوض على الأقل على عملية الانسحاب وفي حذية عملية الانسحاب يكون هناك التفاوض على تقديم تنازلات وهذا ما ترفضه اليونان وقالت اليونان لتذهب تركيا إلى محكمة العدل الدولية فبالتالي المسألة على التطبيق أو استغلال الغاز أو المصادر الطبيعية في المنطقة لن تكون إلا من خلال عملية سلمية عامة ودون على سبيل المثال إخراج بعض الأطراف من اللعبة كالطرف اللبناني التي ليست لديها قوى عسكرية أو الطرف الفلسطيني في موضوع غاز غزة الذي يسرق يومياً والغاز اللبناني الذي يسرق يومياً فهناك حيثيات يجب على الأطراف أن تتعامل معها وخارج إطار اللعبة السياسية والنكاية السياسية التي تحدث ولكن الحقوق اليونانية اليونان نعم مدعومة دولياً مدعومة بالاتفاقية هي ملكية يونانية ولكن أيضاً هناك حيثيات لصعوبة تطبيق موضوع نظرية الـ 12 ميل وأيضاً حتى في موضوع الغاز كريد هناك مشكلة إشكالية هل يجب أن تكون الحدود من السواحل كريد أم من ساحل أو من أين تنتهي جزيرة صغيرة غافروس وهي جزيرة صغرية كان أيضاً خلاف مع ليبيا أم أيضاً من الحدود الليبية السواحل الليبية أم من سواحل على اعتبار أنه خليد سرد بحيرة داخل ليبيا أم من السواحل حيث تبدأ خليد سرد فهناك حيثيات يجب أن تأعطي دوليين أن أبوت دعني أستاذ عبداللطيف أذهب لأستاذ عبدالعزيز المقبل في الخبر وأيضاً يعني أستشير في موضوع كريد كريد هي الجزيرة التي تقع ما بين تركيا وما بين ليبيا في البحر وبالتالي وهي جزيرة ليست بالصغيرة جزيرة كبيرة جداً وهي أيضاً جزيرة سياحية مشهورة عالمياً لكن هذه الجزيرة الآن يريد الأتراك أن يتخطوها وأن يصبح عمقهم البحري وحدودهم البحرية مع ليبيا ما رأي القانون في ذلك؟ وهل تستطيع تركيا أن تفعل ذلك؟ وأيضاً ما هي تحسبات الشركات النفطية في الاستثمار في هذه المناطق؟ طبعاً بالرجوع للقانون الدولي للحدود الإقليمية المائية أو إلى قوانين أعالي البحار التي تستخدم لتحديد الحدود ما بين دولتين مطلة على نفس البحر في كل الحالتين كريت أو قرطل تعود إلى الملكية اليونانية ولن يستطيع الطرف التركي أن يثبت أي انتماء لهذه الجزيرة لتركيا هذا النقطة الأولى نقطة الثانية وتعقيباً على ما ذكر الدكتور ديرويش هو أن في حال نظرنا إلى اتفاقية لوزان فإنما تقوم به تركيا اليوم هو ما ينسف باتفاقية لوزان بل أن اتفاقية لوزان لم تتضمن الدولة العثمانية التي يتم تكرارها في الخطابات التركية وإنما اتفاقية لوزان هي ما بين تركيا والدول الأخرى هي اتفاقية سذري التي تضمنت إحلال الدولة العثمانية ولكن ما تقوم به تركيا اليوم هو عودة لاتفاقية سذري والتي لن تكون من صالح تركيا ولن تكون من صالح أي من الداخل التركي وصولاً إلى أنقرة هذا من ناحية من ناحية أخرى أستاذ عبد العزيز علينا أن ندرك أيضاً أن ما يجري في أسواق الغاز الطبيعي والرغبة الكبيرة للقوى المشغلة للغاز الطبيعي في العالم في التواجد في هذه النقطة الساخنة وجدت تركيا نفسها خارج اللعبة لا من ناحية الحدود ولا من ناحية حتى وجود أي أصول لحقول غاز تجارية تستطيع من خلالها التواجد ولذلك هي تمارس المزاحمة بالإرث التاريخي أو ما تعتقد أنه حق تاريخي ولكن هذا كله لا يجدي في التفاوضات الدولية ما لم تستند الشرعية إلى الأعراف والاتفاقيات فلن تكون هذه الممارسات إلا ضد الدولة التي تقوم بذلك أستاذ عبداللطيف درويش فيها ثينا كيف تتخذ تركيا من المتوسط ومن كل هذا الضجيج الذي تحدثه الآن في المتوسط كورقة ضغط على الدول الغربية البعض يقول أن لتركيا أوراق ضغط منها وأهمها المهاجرين أو اللاجئين وأيضا هذه الخلافات على الجزر والخلافات حول النفط والغاز واستحقاقاتها هل تعتقد أن تركيا في طريقها للفوز بشيء؟ هي عملية الحجد والحجد المقابل يعني عملية الإتيان بالورق الليبيا أو الاستحواذ على الورق الليبيا أو الحصول عليها وموضوع اللاجئين وموضوع الضغوط الاقتصادية من جانب أوروبا تركيا تلعب في الجانب الميت من اللعبة أو الظل بمعنى الخلافات الأوروبية الداخلية وعدم وجود مواقف سياسية اقتصادية تجاه تركيا موحدة ضعف الموقف الأوروبي ضعف على سبيل المثال موقف الفرنسي أقوى نتيجة وجود مصالح لفرنسا في اللعبة الغاز لأنها وقعت عقود وجود أيضا الضعف العربي في إيجاد حال التنسيق عربي في غاز البحر الموسط حول ردود الأفعال الغربية ما هو رأيك في تحرك الأمريكي وحاملة الطائرات في المنطقة أمام سواحل التركية واليونانية وفي نفس منطقة التنازل هل سيغير شيء في عام خاصة ونرأينا انسحاب القوارب والسفن الحربية التركية عام 1987 عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة اليونانية حكمة أدريس باباندريو أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على 50% مقابل استخراجه وإعطاء اليونان 35% و15% لتركيا كان كده أن يحدث صدام عسكري وألغي الموضوع الآن ما يطرح أيضا يجب أن يعلم العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها ليس ضد تركيا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإخراج روسيا من المنطقة وتسعى لإخراج روسيا من اللعبة الليبية وتسعى لإخراج فرنسا من البترول الليبي والغاز الليبي ومن غاز المتوسط للاستحواذ عليه والسيطار عليه فهي أيضا تستعمل تركيا في هذا الاتجاه يعني ليس هناك موقف داعم جدي للولايات المتحدة الأمريكية للموقف اليوناني في هذا الموضوع لذلك هناك مياعة أو عدم وضوع في الموقف الأمريكي تجاه هذا الموضوع يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إخراج روسيا من منطقة من خلال الأتراك أو إخراج الفرنسيين الذين استحوذوا على تقريبا 85% من البترول الليبي التوتال بعد تغيير الحكم في ليبيا هي يريدون إخراج الفرنسيين أو الاستحواذ على اللعبة في هذا الموضوع يمكن في هذا الموضوع ممكن يفيدنا الأستاذ عبدالعزيز المقبل في صراع هذه الشركات صراع هذه القوى الكبرى على الغاز والنفط كيف ترى الصورة الآن؟ زي ما قال الأستاذ عبداللطيف ووضح لنا أن التدخل الأمريكي لم يكن لصالح اليونان بل على العكس من ذلك ممكن أن يحسب لتركيا هل توافق على هذا الرأي؟ وأيضا ما هي تحركات الشركات التابعة لأمريكا والتابعة لفرنسا وغيرها؟ طيب سأتحدث أولا عن ليبيا تعليقا على ما ذكر الدكتور درويش فإن الحقوق التي حصلت عليها توتال تحديدا في حقل الواحة والحقول الممتدة في ما نسميه حوض سرت حصلت عليه من خلال شراء الامتيازات التي كانت عند الأمريكان عند شركة أكسيدنتل ولذلك حصلت عليه فرنسا من الأمريكان هذا من جهة ليبيا والعمق حوض سرت طبعا حوض مرزوق وشرارة وفيل هي ضمن حقوق لإني الإيطالية والمشغلين الآخرين بما فيهم الشركة الوطنية الليبية ولكن إجمالا الشركات الأمريكية آخرها قد يكون أكسيدنتل لا تزال ذات نشاط في بعض المصافي والأنشطة المتواجدة في ليبيا ثم نأتي إلى التواجد الأمريكي في قبرص وحقوق قبرص من خلال طبعا حقل إكسون موبيل الحقل المسمى غلوكوس وكاليبسو مشاركة مع إني أيضا شيل تتواجد من خلال شراءها حقوق أوفريديت وأيضا كاليبسو لأنها امتلكتها من خلال استحواذها على شركة بي جي ثم حصلت شل على هذه الحقوق طبعا بي بي تتواجد في حوض شرق المتوسط من خلال مصر بشكل واسع بي بي أيضا تتواجد في العديد من الامتيازات المنتشرة والمطروحة من خلال قبرص وتتأهب للدخول في المياه الإقليمية لليونان ولذلك التواجد الأمريكي من الصعب أن نقول أنه سيعاكس كل ما قام به في السابق التواجد الأمريكي في ليبيا أو في المياه الإقليمية التابعة لمصر واليونان خليني أرجع الأستاذ عبداللطيف درويش في آثين عبداللطيف الحين هذا الاتفاق الذي سيوقع ما بين اليونان وقبرص وإسرائيل في ظل هذا الصراع ما بين تركيا هل تعتقد أنه سيتم وسيمضي خاصة أن نتنياهو يراهن عليه ويعتقد أن أو ما يسميه بأن إسرائيل سوف تكون هي مصدر الطاقة لأوروبا في المستقبل عبر هذا الاتفاق هل تعتقد سينجح ولن يتدخل الأتراك بقوة لتعطيل هذا الاتفاق ورفض مد هذه الأنابيب؟ لن يكون هناك سعي من الكيان للصدام مع تركيا يعني هناك المنطقة حتى بحاجة إلى سنوات طويلة يعني العمق في هذه المناطق أكثر من العمق في كريت في كريت حوالي 2000 متر هنا حوالي 5000 إلى 6000 متر كريت منطقة أفضل لعملية التنقيب ولكن حتى فيها موضوع الأنبوب لا يمكن مد الأنبوب إلا إذا كان هناك توافق من دول المنطقة نعم هناك سعي من الكيان للإستخدام بس الأنبوب لا يمر بالأراضي التركية وهو يتم بالتعاون مع قبرص اليوناني النظرية التركية يمر حسب النظرية التركية ضمن المنطقة النظرية التركية تصل إلى الليبيا النظرية التركية تصل إلى حدود الليبيا لكن عملية التعطيل جائزة وقابلة وسهلة في حالة وجود من يناكف يعني وتركيا قادرة على أن تناكف فبالتالي أنا في رأيي أن لا ستكون هناك وساطة أوروبية أمريكية أو بالأحرى أمريكية ستضغط على الأطراف لكي يكون لتركيا جزء بسيط ليست كما تريد تركيا وليه عملية إعادة تشغيل للفكرة أو الموضوع وإلا سيكون هناك من الصعب لكن أستاذ عبدالطيف تعودنا على أنه إذا كانت إسرائيل تريد شيء وخاصة شيء مهم جدا مثل هذا المشروع الاقتصادي الكبير فلن تقول لها واشنطن لا هناك تبادلات تجارية بين تركيا وإسرائيل أو الكيان بالأحرى تصل إلى خمسة مليار ولم يلغي ذلك توقيع اتفاق نتنياهو قال أنا ضد الاتفاق أنا لن أصطدم مع تركيا في لقاءه حتى مع رئيس الوزراء اليوناني فبالتالي المسألة من يراهن على العسكرية للكيان لا يمكن أن تكون هناك في إطار صدام إذا لم يكن هناك توافق عام مناخ توافق عام فسيكون من السهل إعاقة المشروع حول مناخ التوافق العام دعني هذا بالأستاذ عبدالعزيز المقبل في الخبر في السعودية وأسألة هل يمكن أن يصبح هناك توافق واتفاق على أمر مهم يعني على هذه المشاريع الاقتصادية ضمن تركيا وقبول تركيا هل يمكن أن يحدث هذا الاتفاق وبالتالي يتم الاستفادة من الغاز والنفط في البحر المتوسط دون مشاكل سؤال مهم جدا أود أن أذكر بمعلومة تاريخية من خلال كيف بدأ حوض شرق المتوسط بهذه الثروات النفطية والغازية طبعا البداية كانت عن طريق اكتشاف حقل تمار 2008 و2009 ليفانتيان ثم بقية الحقول أفروديت أيضا من جهة قبرص كان في 2009 ثم بدأ الكيان بالبحث عن تسويق لهذه الكميات من تقريبا 2011 أول ما لجأت إليه سلطات الكيان كان تركيا طبعا بحكم العلاقة تقصد سلطات الكيان إسرائيل طبعا نعم أكيد فتواصلت منذ 2011 من أجل خط أنابيب من إسرائيل إلى تركيا ومده عن طريق ما كان حينها اقتراحا تركستريم المتوجه من تركيا إلى عمق أوروبا ولكن على تركيا أن تلوم نفسها لأنها هي من رفضت هذا الاقتراح ورفضت التعاون في خط الأنابيب مع إسرائيل وتسويق تحديدا حقل ليفانتيان الأكبر وغاز ليفانتيان إلى أوروبا من هنا بدأ المشهد يختلف على شركة نوبل وديلك المشغلين ليفانتيان وتمار وأفروديت ثم تطور الموضوع فوصل إلى طريق مسدود ما بين تركيا وإسرائيل ثم بعد اكتشاف الحقل الأكبر في حوض شرق المتوسط وهو حقل ظهر المصري تجد دائما الاستثمارات النفطية للأكبر لأنه الأجدى فكان الاجتذاب الأكبر هو لمصر تغيرت المعادلة رأسا على عقب فأصبح الرغبة في خطوط الأنابيب هو عن طريق مصر والتعاون مع مصر أولا لأن السوق المصري يحتمل هذا الاستهلاك ثم القدرة على التصدير في حال امتلاء سوق توليد الطاقة أو أسواق البتروكيمويات في مصر من الغاز الموفر لذلك رجوعا إلى السؤال استاذ عبد العزيز هل من الممكن الاتفاقيات؟ لا أعتقد أن الأخطاء التركية السابقة من الممكن أن يتم تصحيحها بهذا الاعتقاد يأتي اختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الأستاذ عبداللطيف درويش من آثينا وعبدالعزيز المقبل من الخبراء السعودية شكرا جزيلا لكم ونلقاكم في حلقة جديدة على سبول المقبل شكرا جزيلا لكم